انا فهد غازي وده برنامجكم نقطة من الاول استطر تعالوا نشوف الطالب ازاي بيتحاول الموظف اول حاجة لازم يستغل لها الطالب اثناء فترة الجامعة انه لازم ياخد تدريبات كتيرة وتدريبات مش كرسات لان التدريبات هي اللي بتخلي الطالب يخرج برا اطار المكاتب والديسكات ويحتاج بشكل كبير جدا بسوق العمل وتاني حاجة معانا هي معرفة الطالب بنفسه هو عايز يشتغل ايه عايز يطلع ايه لما يكبر لازم يكون محدد هدفه ودي نقطة مهمة جدا يعني مثلا لو واحد بيدرس كمبيوتر لازم يكون عارف كويس جدا هو عايز ايه بالزبط من الكمبيوتر هيشتغل برمجة ولا هيشتغل سيانة ولا هيشتغل زكاء اصطناعي ولا هيشتغل في التصنيع نفسه بمعنى ادق ان انت لما تكون بتدرس حاجة وناوي ان انت تشتغل بالشهادة بتاعتك او بالعلم اللي انت تحصلت عليه اثناء الجامعة لازم تكون عارف انا بعد ما خلص هكون عايز اعمل ايه بالزبط وضربنا مثلا بالكمبيوتر هل هبقى مهندس سوفتوير هل هبقى مهندس هاردوير هل هشتغل في التصنيع نفسه بتاع جهاز الكمبيوتر وهل يا طرح هشتغل في الزكاء الاصطناعي اللي احنا داخلين عليه بشكل كبير جدا لان تحديد الاهداف ده هو اللي هيخليك مركز وعارف كويس جدا انت عايز تاخد تدريبات وكرسات في ايه وده شيء مهم جدا برضه وعلى اساس ده بيحدد كمان خطواته وشكلها وموعدها وادقها وتالت خطوة ان الطالب لازم يفهم كويس اوي ايه هي مشاكل الشغل اللي هو داخل عليه بمعنى اصح لازم تبعارف نقاطة قوة والضعفة في الشغلانة اللي انت هتشتغلها عشان خطر تقدر تسيطر عليها وعشان خطر حاجة كمان مهمة انك تبتدي مطرح ما الاخرين واقفين وازاي يتفاداها عشان بدل ما يبدأ من الاول يبني عن اللي بناه اللي قبلنا واخيرا ان الطالب المكان اللي انت هتشتغل فيه لازم تقعد مع الناس الكبيرة اللي سبقوك في المجال وتقدر تستفيد منهم على قد ما تقدر وتعرف منهم خبايا الشغلانة وصق تماما ان محدش فيهم هيبخل عليك بقية معلومة خصوصا لو لقاك مجتهد وطبعا حيراعي فرق السن فانت مش منافس ليه في حاجة هو سبقت من زمان جدا ولكن لازم تعرف خبايا الشغل عشان خاطر تقدر تتمكن من الشغلة دي كويس جدا وعلشان تبقى جاهز لسوق العمل وعلى رأي الهضبة عمر دياب السر اللي يخليك في الاول وتفضل مستمر في حد يغير ويطور وفي حد محلك سر خلصت حلقتنا النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وهستناكوا تقولولي تجاربكم والنقلة بتاعتكم من طالب لموظف تحت في الكومنتات ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب اشوفكوا في حلقة جديدة فائدة جديدة